ليس نهاية القول إنما بداية الطريق إلى سيادة العراق وهذا قول بدأ به رئيس مجلس الوزراء حين تسلم منصب رئيس الحكومة يعود اليوم بعد أن أصبحت بغداد مشرعة أبوابها لقادة المنطقة والعالم برسالة مباشرة يقرع بها الغرف المظلمة تلك التي يحاك فيها التدخل بمصلحة البلاد وأمنها فيعلن الكاظم رسالة مباشرة إلى الجميع مفادها أن حكم العراق للعراقيين ولا فرصة لتدخل من قبل أي دولة أخرى وهي خلاصة تثمنها رسالة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ذلك المؤتمر الذي صنع قمة تاريخية بحجمها السياسي والأمني لأهداف تعود على المنطقة باستقرار ضروري وليس عند هذا الحد إنما وجه الكاظم رسالة مباشرة واضحة لا ضبابية فيها لصنف من السياسيين قد يكون تنافسهم على حساب العراق وشعبه وصفا هذا النهج بالغريب والمعيب وهي رسالة قبل أيام معدودة من إجراء أهم استحقاق دستوري ديمقراطي يضمن حق الشعب بإصال صوته إلى قبة البرلمان المنتظر وما هو الحل الذي يضمن التغيير الحقيقي سوى أن تكون المشاركة الانتخابية هي الأكثر حضورا يوم الاقتراع رسائل أكدت حرص رئيس الحكومة بتوجيهات تضمن نجاح المسيرة وما تبقى منها إلى يوم الانتخاب وعهد جديد يريده العراق بإرادته السياسية والشعبية لفرض هيبة الدولة وسيادة القانون الذي ينهي ما مضى من تناحرات ونزاعات ومصالح على أرضه أو حسابات خارجية ترجمة نانسي قنقر